إذن مشاهدين منتدى شباب العالم دائما يبحث عن التنمية المستدامة عن الهوية عن الإنسانية تغير المناخ والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من القضايا الملحة عالميا تم طرحها في هذا المنتدى بشكل وبأبعاد مختلفة يطرحها الشباب بأفكار غير تقليدية خارج الصندوق كما يوصف هذا البعد ودائما الشباب قادر على طرح هذه الأفكار المبتكرة من خلال منتدى شباب العالم من أول الورش التحضيرية التي تبعناها مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري ورش تحضيرية خاصة بحياة كريمة ورش تحضيرية خاصة بمستقبل الطاقة والأمن المائي وغيرها من الموضوعات المهم التي يطرحها المنتدى وحتى هذه اللحظات وحتى اليوم الثالث من منتدى شباب العالم كل يوم في منتدى شباب العالم أقوى مما يليه يعني في الطرحة في القضايا في أسلوب معالجة القضايا والموضوعات واختيار هذه الموضوعات أيضا البعد أيضا الفني حاضر كما شاهدنا في منتدى شباب العالم في الافتتاح طبعا كان هناك عرض مبهر مصرحي وإلى أي مدى أخذنا هذا العرض لأبعاد كثيرة جاءت بها إلينا جائحة كورونا بتداعيات وتبعات كثيرة في مجتمعاتنا العربية والأجنبية والعالمية في حقيقة الأمر تم طرحها بسلاسة وتم طرحها بمزيد من التنوير لهذه المرحلة الخاصة جدا التي يمر بها العالم بعد جائحة كورونا الزميل كريم ببرس مراسل التلفزيون المصرية أجرى لنا هذا اللقاء مع أنا هيتا ماجدان مؤسس نيورال بينجز حول تكنولوجيا المستقبل والتحول العالمي من خلال هذه الحقبة الرقمية كانت هناك مائدة مستديرة تتحدث عن تكنولوجيا المستقبل والتحول العالمي من خلال الحقبة الرقمية أعتقد أن الروبوتات يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير وتؤدي الكثير من المهام والتي قد لا يرغب البشر في القيام بها ويمكن أيضا أن تكون مصدر سعادة حيث التقيت هنا أحد هذه الروبوتات وجهة نظري أننا إن أردنا أن نقوم برقمنة مصر والعالم كله فإننا يجب أن نعد أجيال قادمة لكي يكتسبوا المهارات اللازمة لتلك الحقبة الرقمية وأرى أيضا أنه بنفس الأهمية يجب أن نكسب الأجيال القادمة مهارات إنسانية لكي يتعلموا كيف يمكن أن يبحروا في هذا العالم المعقد وأعتقد أنه كلما كنا سعداء استطعنا أن نتخذ قرارات أفضل وهذا ما كنت أركز عليه وشكرا دائما ألافت للنظر حالة البهجة والفرحة التي أحدثها هذا المنتدى في أوجه كثيرة في شباب العالم الحاضر في هذا المنتدى حالة التواصل المبهرة التي أحدثها المنتدى حاضرة ويعني جلية في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ترجمة نانسي قنقر